اشتركوا في القناة تلبية لدعوة تلقاها جلالته من جلالة السلطان ابراهيم تأتي تجسيدا لما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات وثيقة قائمة على الحرص والتطلع لتطوير مسارات التعاون الوطيد والعمل المشترك مع ماليزيا بما يخدم مصالح البلدين ويحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين معربان المجلس عن تهنيه لصاحب الجلالة السلطان ابراهيم بن المرحوم السلطان اسكندر ملك مملكة ماليزيا الشقيقة بهذه المناسبة وتمنياته الطيبة لجلالته بمفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد في مهامه الملكية بعدها أكد المجلس على ما تحظى به الصحافة البحرينية من رعاية واتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حتى غدت الصحافة في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم في أفضل مراحلها من التطور والرفع منوها بإسهامات الصحافة الوطنية ومشاركتها الفاعلة في مختلف مسارات العمل الوطني مهنئا المجلس الفائزين بجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة الفين واربعة وعشرين مشيرا إلى أن هذه الجائزة تمثل حافزا للصحفيين والإعلاميين لموصلة الإبداع والتميز الذي ينعكس بدوره على تطور الإعلام الوطني والصحافة المحلية بعد ذلك أشهد المجلس بالجهود الحتيثة من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس الأوقاف الجعفرية في إنجاح موسم عشوراء منوها بالحرص والتعاون الذي أبداه الجميع من أجل تحقيق هذا النجاح والدور الذي طلع به العلماء والمشايخ الأفاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وفرق العمل الميدانية من المتطوعين لحاطة الشعائر بالعناية والمتابعة اللازمة لضمان ممارستها بحرية وأمن ونظام ثم نوه المجلس بالمنجزات التي تحقيقها مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص والتي حزت على التقدير الدولي وهما يأكد على ما تتمتع به المملكة من تشريعات وأنظمة تعزز مكانة البحرين في هذا الشان معربا في هذا الصدد عن شكره وتغديره للدور الفاعل لكافة الجهات المعنية في هذا الجانب وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بعدها تابع المجلس استعدادات مختلف الجهات المعنية للانتخابات النيابية التكملية في الدائرة الأولى بمحافظة المحرك المقرر إقامتها يوم السبت الموافق السابع من سبتمبر 2024 مؤكدا على همية تعزز الجهود التنظيمية من قبل الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح هذه الانتخابات وفقا للتطلعات المنشودة كما أكد المجلس على همية توفر مقومات السلامة في مواقع المشاريع قيد الإنشاء وضرورة التقايد بالتعليمات الإرشادية المنصوص عليها في هذا الشان بما يحفظ سلامة العاملين والعامة ويجنبهم أي حوادث قد تعرض حياتهم للخطر ثم أعرب المجلس عن تهنئته لدولة المارات العربية المتحدة الشغيقة حكومة وشعبا بمناسبة اعتماد الثامن عشر من شهر يوليوم كل عام يوما يوم عهد الاتحاد وذلك احتفاء بالاجتماع التاريخي الذي عقد في هذا اليوم من عام 1971 والذي وقع فيه مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان الهيان رحمه الله وإخوانها الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات وأعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة مشهد المجلس بمسيرة الإنجازات التنموية التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات والميادين كما عرب المجلس عن إدانته الشديدة لحادث إطلاق النار في منطقة الود الكبير في محافظة مسقط بسلطنة عمان الشقيقة مؤكدا استنكاره لهذا الاعتداء الآثم الذي يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في سلطنة عمان الشقيقة وعرب المجلس عن إدانته واستنكاره الشديد لمحاولة الإغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خلال تجمع الانتخابي في ولاية بنسلفينيا الأمريكية والتي تتنافى مع المبادئ الديمقراطية بعد ذلك أوفق المجلس على مذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراحين بقانون وثلاث اقتراحات برقبة مقدمة من مجلس النواب مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة التفاهم بين المجلس العالى للصحة في مملكة البحرين وهيئة التقييم والمراجعة للتأمين الصحي بجمهورية كوريا الجنوبية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة التفاهم بين هيئة جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين ومجلس اعتماد المؤهلات الأكاديمية والمهنية في هونغ كونغ مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة بعد ذلك استعرض المجلس المذكرات التالية المذكرة المرفوعة من سعادة وزير شؤون بلدية والزراعة حول قرارات وتوصيات مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية خلال دولة العقادة الثانية من الدورية البلدية السادسة سبتمبر 2023 إلى يونيو 2024 مذكرة المشتركة من وزارة شؤون البلدية والزراعة ووزارة الأشغال حول المشاريع الممولة من إرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزرية بما يلي نتائج المشاركة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة نتائج المشاركة في الاجتماع التشاوري حول تعزيز التنسيق فيما بين مبادرات وجهود السلام لصالح جمهورية السودان الشقيقة المشاركة في الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الأسيوي نتائج زيارة سعادة وزير الخارجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصريقة نتائج المشاركة في جلسة المناقشات المفتوحة لمجلس الأمن بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية نتائج زيارة رسمية لسعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني إلى جمهورية الصين الشعبية المشاركة في المنتج السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر